بيتتة اللي بتتعمله. مكونات بيتة عبارة عن أيه. قدامنا هي. وخلي بالككل كلمة بيتتة هنا البي والاسم يعني اوكا. يعني انا عاية اقول لحقي ايه بيتتة بنتكلم على مجموعة الرياف الرياف. الرياف اللي فيه عبارة عن الشوفان والبسيليم وردة القمح. summitians comoam Earth منهم الرياف زوابة والرياف غير زوابة. الرياف الزوابة اللي هي الشوفان والسيليم الرياف الزوابة بتعملي يا حقيقة لما بتاخدي البيتا. الاول Oklahoma الزوابة دي بتعملك مادة هولمية مادة هي بتنزل المعدة فبتقلل حجم المعدة اللي محتاجه من الأكل يبقى كمية سعرتي حجم أكل كده ايه قل أيوه تحسب شبعة يعني يبقى كمية أقل حوالك ليبقى بحسب شبعة لحاجة تاني لأنه وجد الألياف الزوابة في الماء بتعلي عندي هرمون اسمه هرمون الليبتن هرمون الليبتن ده اللي مصنع على الشبعة حلو قوي فلما باخد الألياف دي اللي بيحصل بقل الحجم المعدة اللي محتاجه من الأكل وبزود هرمون الليبتن المسؤول على الشبعة عشان كده بنقول الليبتن بتعمل ايه بتتعدل في معدلات الشبعة بتخليك تشبع بسرعة مش كده وبس طب وحجوع بسرعة لا لأن هي بتملى معدتك تتحكم في معدلات الشحية يا فيه شوفان من المخونات يا شوفان والسيليم دول ألياف زوابة وعندنا ردة الأمح دي ألياف غير زوابة اللي لايف زرور زوابة ايه في ايديتها بقى هيك بتعملي كتلة من الفضلات فتخش الحمام بسهولة فتشعر بارتياح وانت داخل الحمام وعلى فكرة بسرعة بتعمل كده من أول جرعة انت بتاخدها هتلاقي نفسك داخل الحمام بصورة طبيعية وبصورة فيها راحة شوية بس ما بتسيبش المعدة لأنه ممكن لحد يبقى مسافر لا لا خالص لا خالص احنا بنيديك حاجة طبيعية وعلى فكرة هتلاقي في العلبة برضو مكتوب ايه يقولك ان بيستا مصادرها مصادر طبيعية ودي ميزة من ضمن بميزات بيستا ودايبا بقول بضرب مثال احنا النهاردة لو مساكنا مايك ونزلنا الشارع وسألنا الناس لو انت عندك مشكلة صحية تحب التعالج بحاجات كيميائية والحاجات طبيعية طبيعية هيقول حاجات طبيعية طبعا ولكن مشكلة مع الحاجات الطبيعية لما اجا اقوله اشرب بقى كبات نانية عشان عندك مغص او اشرب كبات نانسون عشان تنام كويس ما بيعملش كده هو ما عندوش المورفليكسابلتي ما عندوش المرونة فيه اعمل كده انا بقوله لأ انا حطيت لك بقى حاجات طبيعية في صورة بواكي هيل تمام يبقى احنا كده خلصنا موضوع الالياف والالياف برضو فيها ميزة ان هي بتعمل ايه بتقلم منصص الدهون حريك خدت بالك ان رجل بتاع الكباب بيحط الكباب على ايه بيحط على بقدونس اوه صح حيك لو بصتي في البقدونس هتلاقي البقدونس ايه مليان دهون لان البقدونس هنا الياف بتمتص الدهون حلوة النقطة دي خلي بالك هي بيستمزتها ان هي حاجة انت بتشوفها احنا مش بنتكلم كلام ما كاميا لا بنتكلم حاجات انت بتشوفها وبعد الدقية دكتور برضو عشان تعرف احنا عندنا ثقافة لو انا عايش في النتيجة بسرعة خلي بالك احنا اتفقنا على ثقافة الميزان ان انت بتوزن نفسك في مكان معين في مكان سابق المفروض بعد خمستاشر يوم بعد اسبوع هتبلي تحس بتحسن هتلاوسك خسس من كيلو لاثنين كيلو بعد اسبوع هتلاقي الدنيا عندك بتوزن تاتة اربعة كيلو الشهر ممكن نوصل لتمانية كيلو ببسط الله حلو ده ومن غير ما تعمل اي مجهود خالص ما فيش اي اعراض جانبية لا ده تحاجات طبيعية حلو قوي احنا على فكرة لسه عرصة دايما ان ادوية التخسيس فيها اعراض جانبية فالناس تخاف منها فسنسا حيك بتتكلم عن نقطة دي فدي حضرتك نقطة مهمة جدا زمان اول مزيدة ادوية التخسيس كان فيه حاجات بتشغل سنترل بتشغل على المخ ودي بتدخل في الاكتئاب وساكل الناس بتنتحر لان هي بتعمل على حاجة سنترل حاجة في المخ على مركز الشبع في المخ مركز الشبع في المخ ده يعمل ايه يديك حساس بالشبع بس تدخلنا ليه وتسحب على فكرة اخر حاجة واقمن حاجة هي بنيديك مصدر طبيعية وسورس الالياف تمام خلي بالك بس بيستا مكتفتش بكده هي مش هدتك الياف وبس لأ هدتك كمان حاجة اسمها الكروميوم واعلى تركيز في اي دوا مصري موجود هو في بيستا 50 تيلي جرام كروميوم لأ ممكن ايه الكروميوم ده كروميوم ده حليفة مادة طبيعية موجودة في جسم الانسان ليه علاقة بالتخسيس ايه اللي بيحصل الكروميوم دي هي المسؤولة عن حرق النشويات في جسم الانسان واتفقنا من المرة اللي فاتت انه الوجه بتاعتنا 60% منها كربواتريت اللي هو النشويات و20% دهون و20% بروتين صح فانا بقولك لا دي نحديك كروميوم وكان فيه يعمل ايه يزود حرق النشويات لان هي مسؤولة عن حرق النشويات وبتعدل من فرض الانسولين هروميوم ده هو اللي بياخدوا الكولوكوز من الدم ويحطوا في الخلية فالخلية بديها طاقة